ترجمة نانسي قليلا اشتركوا في القناة شكرا 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 في القناة والطب العدلي اللي هو المتخصص في التشريح واللجنة بتاعت المفجودين فهما الموضوع ده مهم يعني أنا دارك تقرأه معي نمر فيه سريع بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان النيابة العامة إدارة الإعلام والعلاقات العامة والمراسم بخصوص ما أثير في الوسائط الإعلامية المتعددة ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط الغانوني لأعمال المشارح والطاقة الاستيعابية للمشارح والمشاكل الداخلية لجهزة الطب العدلي أنت فاهم العربي ده النيابة طلعت بيان بتتكلم عن مشكلة النيابة طلعت بيان بتتكلم عن مشكلة المشارح في السودان فقالوا المشارح في السودان دي النيابة العامة يعني لخصوا المشاكل في ثلاثة حاجات من البداية لخصوا المشاكل في ثلاثة حاجات من البداية معا أنت قالوا طوالق الشفاء ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط الغانوني لأعمال المشارح والطاقة الاستيعابية للمشارح والمشاكل الداخلية لجهزة الطب العدلي من حيث الضبط الغانوني كل مهمة النيابة العامة هي إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الالتزام بالبرتوكولات المعمول بها دوليا وذلك من حيث تحديد سبب الوفا وتاريخها ورفع البصمة الوراسية والتحديد الواضح بالترقيم للجسمان منذ خروجه وفقا للتحريات التي أجرتها النيابة العامة فهناك خلل كبير في المشارح من حيث إدارتها والمواصفات الفنية المطلوبة في الطاقة الاستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئة في كل مشرحة من المشارح الأربع في العاصمة ولكن مع تزايد أعداد مجهولية الهوية فقد تجاوز الاستيعاب في المشارح بما يتجاوز الـ 400% لقد نبهت النيابة العامة إلى ذلك في كل مستويات الدولة وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة في شهرين سبتمبر وأكتوبر 2020 أمر بموجهة لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وافرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن وذلك بعد أن تم الاتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولية الهوية وحالات الاختفال الغسر ودار أوصل لك معلومة بسيطة جدا البيان ده بيوريك حال السودان وصل وين حال السودان وصل وين حال السودان وصل مرحلة إنه ما في زول دار تحمل مسؤولية حاجة ليه؟ النيابة العامة أعلى الجهة وسلطة قضائية في الدولة بتخاف تصدر غرار وبتخاف تتحمل نتيجة الغرار ليه؟ النيابة العامة ما قادر تطلع غرار للمشارح إنها تدفن الجسس حقة المجهولين بل كلام الهم قالوا من شهري عشرة عشرين عشرين إنه يا أخوان نتفقوا مع ناس الطب العدلي وإدارة المشارح في المستشفات قالوا شنو؟ قالوا يا أخي إحنا نصور الجسس المجهولة الهوية أول حاجة وناخد بصنة تحت الدي اي تاني حاجة وأي بيانات عنه ناخدها تالت حاجة وندفن في غبر مرقم رابع حاجة ونخدت أي معلومة أو زلزة سأل من المجهول ده إحنا هنطلع البيانات اللي عندنا اتفقوا على الحاجة طيب النيابة العامة ليما؟ ما بتدي أوامر دفء للمشارح دي المشكلة هنا النيابة حاسي بتبرئ في روحها بتديك إحساس إنه بتديك إحساس إنه المشكلة ما في النيابة العامة المشكلة في الطب الشرعي وده كلام فارغ طبعاً الحصد إنه النيابة وقفت المشارح إنها تدفن والحاجة دي انتدت لي وين؟ عشان نثبت ليك إنه الموضوع من النيابة ما من الطب الشرعي قالوا لناس المشارح حتى المستشفيات وكليات الطب توقفوهم ما تدوهم الجسس البيقرو فيها ناس الطب وعلم التشريح والحاجات ديها أحس عندكم مشكلة جامعة السودان كلية الطب بتاعتهم دي كويس؟ أو الكلية الطبية دي عاملين مشكلة وفي تجميل بتاع السنة وفي سمستر وفي ضراب لأنه الطلبة ليهون سنة ما قروا ما عارفين ما هو لازم أنت تأخذ القرصي بتاع التشريح ده النيابة موقفة للمشارح تدفي وللجسس زمان كانوا بيودوها كل مستشفى وعندها يعني كل جامعة عندها مستشفى زي ما منحميدة ما أخذ التمييز الأكاديمي ما أخذ المشرحة عرفتها بعد موافقة النيابة بيأخذوا بأس ده كل واقف ده واقف لأنه النيابة قالت ما في زول الدفين لحد ما إحنا نأخذ البيانات ونأخذ المعلومات ونأخذ كل الوسائق المحتاجينها وبعدين الكندرين تدفن أدفنوا طيب النيابة كانت وإيه لماذا بتصهر النيابة النيابة بتصهر لكن ما في وك النيابة بيقدر يتحمل مسؤولية مع أنه الموضوع ما صعب أنت ما كاتله يا وكيل النيابة زول اللي قوهه مكتول إكرام الميت تدفنوا أخذ صورته أي إثبات هوية ممكن تلقاهه وأدفنوا لأن السعة الاستيعابية حق المشرحة حقتك بالبيانة اللي أنت مصدره الآن وإنت أعلى جهة غانونية وتنفيذية وسلطة في الدولة أنت أعلى من الطب العدلي أعلى من مدير المشرح يا نيابة إنت ممكن تقول للزول أدفن تقول للزول ما تدفن تقول للزول أخي قفلوا المشرحة تقول للزول أفتحوا المشرحة إنت اللي عندك السلطة لكن الآن أنت بتتنكر لأنا أوريك بيتنكروا لأنه خايفين من كلاب الحرية والتغيير بس نقطة عربية انتهى الحرية والتغيير عملتها في روحة بيقول الآن بيأكلوا في بعض يعني حسي وكيل النيابة خايف من بنات الحرية والتغيير هم طبعا الكلام دي إحنا بنعيده بنستين مرة قلنا إدارة النيابة في السودان بيقد في يد بنات بيتين ثلاثة كذا إحنا بنزيد أي بلاغ تفتح في السودان بيمر عند الوكيل النيابة شوف أي وكيل النيابة بيسمعيني هنا وما أخش في تحدي عشان ما أقوم أطلع على الحاجات أنا وأحب المصادر والكلام أنتوا عارفيني يعني لكن بس نتحترم نفسنا وكيل النيابة بيفتحوا عنده بلاغ فلان ده فاتح في فلان في الحرية والتغيير في فلان بيضربوا طوال تلفون لفلانة أسمعي يا أخي جانا في القسم الفلاني زلزل فاتح بلاغ في فلانة الفلانة ها نعمل شنو بترفع التلفون هي للجهات العلية حقتها هي طبعا الوسيط تعني ما فوق النيابة بيقدر يفتح بلاغ لحد ما هي ترجع عليك تقول لك يا البلاغ ده الشطب يا اتقفل يا فلان ده فكو يا 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 وكيل النيابة بيخاف من الحرية والتغيير وكلاء النيابة بيخافوا من إعلام الحرية والتغيير بيخافوا ما بيقدر يتخذوا غرار لأنه ممكن بكرة الصباح يطلعوك يطلعوك كوز حس عندهم كم دكتور وكم دكتور واختارونهم حس لأنهم لقوهم ماشيين في خط مع السورة أو بلقوهم في مصلحة المواطن أو بيختلفوا مع إدارة المستشفيات بيطلعوك بكرة بيانة يقول لك ده فلان ده كوز وده عين من منه وجايبين أنت هزلتوا أنتوا الآلهة المخفية ده أنا محتار فيها يعني بيجيتوا مش بتعلموا ما في أنفس الناس ولا وتوصفوا ده متأسلم مش مسلم ولا إسلامي لا 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 متأسلم يعني متنافقة مدعي ده صيغة المبالغة هم انتوا بيقول لك فلان ده متأسلم ها فلان ده متكوز الواحدة بتكون لابس لها بلوزة فيها رسمة بتاعة أرنب الأرنب ذات بيكون يعني بيقى بيقى واقف ماشي على رجلين اثنين من أربعة عجز قاعدة تكتب لك والله طبعا أنا رؤيتي رؤية ميتين أبو أهلك رؤية مين انت يقول البلد دي يعني لازم إحنا أسمع تقوم ناس المتأسلم وناس المتكوزن خوفوا قطاعات المجتمع وخوفوا قطاعات كبيرة من أجهزة التنفيذية في الدولة بيقى ما أفضل بيقدر يتخذ غرار لو أخذت غرار في دفن الشهداء أو المجهولين الهوية في المشارح بكرة الصباح يقول لك وكين نيابة ما عارف وين أفضل غرار من ورى اللجنة وهو يحاول أن يداري على جريمة ما في وكين نيابة قادر الزر غرار الجثث وصلت إنه الدم يصفى في الشارع بالصفة في الشارع إنته قل لك المدير السشفة ما شايفه شايفه مدير المشرحة ما شايفه شايفه منه قل لك إنه المشارح دي ما فيه طيب عدلي فيه طيب عدلي فيه وكلة نيابة منه قل لك شايفين نها شايفين الدم منه قل لك ما شايفينه منه الراجل الفين اللي بيقدر اتخذ غرار لأنه بكرة الصباح بيصفوا حساباتهم معاك بيقول لك اخذ لطلع غرار دي كوز بيقول لك مدير الشرطة ما قادر اتخذ الغرار لأنه بكرة الصباح لو اتخذ أي غرار حيقوموا في الكله ولجانهم بتاعة الحرية والتغيير تطلع طوال جيك موكبة وطلع عليك ناس سيده إشطى وناس البوشي وناس فلانة وناس فلانة الأسي طلعوا مخلوعين الليلة كيف إنه النيابة والطب العدلي والشهداء والمفقودين وبتكلموا في إجراءات انت كنت وين يا سيد به إشطى عندهم مغال جاهم ضابط المخابرات الليلة ومبارح لف عليهم بمغال واحد فبشيروا فيه في بعض قالوا في المغال شنو الفكرة بتاعته إنه النيابة العامة كيف تتفي الناس بدون ما تاخد إجراءات معينة بدون ما تعرف منو الزول بدون طيب إحنا وقد كنا بنتكلم في السنتين عن الشهداء والمفقودين إنتوا كنتوا بتقولوا لنا شنو بتقولوا لنا أسكتوا ما التاجروا بيدي ما أشو هذا طيب إحنا سكتنا ما هو دي النتيجة حسي النتيجة إنه في ناس قاعدين من 2019 في المشارح وصل دمهم يتدفق في الشارع لا إنتوا خليتونا نتكلمون طالب بي حقهم وصفتونا بالخيانة ولا إنتوا تكلمتوا عنهم جايين حسي تقولوا كانت النيابة وين النيابة كانت مع أمهاتكم وده الدليل النيابة كانت مع أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم دي النتيابة كانت معاهم ما كلكم إنتوا يا هو تهريب هروين مخدرات ما عارف قضايا وشنو دي النتيابة كانت فمشغولة بالحاجات دي معاكم دي النتيابة أما النيابة اللي بتطلع حق الشهداء وحق المفقودين وحق الموت وحق الدم في الشارع دي ما عندكم وما يفي وكي النيابة راجل حسع في السودان بيقدر يعمل حاجة أنا بتحداهم ما بيقدروا ما فيوك النيابة في السودان راجل كده بيقدر يعمل حاجة حرية والتغيير بكرة صباح بتفك ليكم بناتا آخر اليوم بتلقى روحك الشتة في الشارع وتشوه السمعتك وانت عارف الكلام ده انت عارف الكلام ده انتوا جبتوا بوع بوع غالبكن حس يتغاوموه حتى نفس الحرية والتغيير الان ما قادرين يغاوموا السلاح الجابو ده بكرة الصباح بيطلعوا فيك كيزب احنا طبعا بنبلعون احنا ما عندنا مشكلة خليه يقول الدار يقولوه وانا بمسكهم واحد واحد وما بكذف فيهم بطلعوا الحقائق وبيختفوا حس البوش يامس بيتكلم عن انه كيف الكيزان متبنين موضوع المشرحة خلاص الكيزان يسكتوا يعني كل شعب السودان اللي بيتكلم عن المشرحة واللي جاءنا المغاومة البيتة في احتصام مستشفى التمييز ثلاثة أربع يوم ده الكيزان انت القاعد في مصر مستغرب ده يبتع المخابرات المصرية يبتع المخابرات انت وينو البلاغ بتاعك القلت بتاعين جهاز أمن الصفارة السودانية دقاك وجايب صورك موشك مورم دهل الأولاد الجو دقوك دهل ما دهل الانت كنت دار تطروض البنات من الشقة وشايل جوازاتهم مشو البنات جابوا لأولاد ديل دقوك انت ودقوا أمك وشايلوا جوازة من راس الدولاب خلوها تطلع تجيب ليهم جوازاتهم كويس وسافرت السودان بواسيغة السفر انت القصة دي ما تحكيها للناس عامل فيها انت عامل ليه وبتتكلم عن الأخلاق في بوصة طويلة الليلة بقال يا اخي احنا دارنا نحسن صورة الشعب السوداني برا من الصفات اللي بوصفونا بوشي انا ما عارف انت القروش اللي بتدوك لها انت بالشي لكيف يعني بتدوك لها بصفتك شنو رقاصة يعني انت بتأخدها بوديغارد صحفي ناشط انت بتدوك لها شنو لانو الطريقة اللي بتتكلم بها دي ما حقت يعني المعارف انت بتتكلم عن أخلاق يا بوشي وانو الشعب السوداني بتوصف برا ودارنا حسن الصورة حسن صورة شنو يا بوشي طي كاتب لي المغالدة الصباح والناس في المشرحة والناس ثلاثة يوم عاملة اعتصام قدام التمييز عشان تعرف الكتل لو لا دي المينو هم منو أصلا هو مشويه صورة الشعب السوداني منو ما غيرك انتو ولا بيشبهك يا بوشي منو الغيرك انتو المشويه صورتنو منو وانتو كلاب الحري والتغيير والقاعة المدينة اللي بيشبهوه كن ديل ما عندنا تشوي الصورة دا يهو دي جعين منكم انتو ديل حسن انتو كنت انت من السنت دا اخر حاجة قبل ساعات بتتكلمين ايزو اللي تكلم في قضية الشو هده والمفقودين كوز احنا سكتنو خلاص احنا وصفتن احنا كازان سكتنو متأسلمين جدا حضرتك انتو تكلمتا قلتا شنو ما في السنتين دي قلتا شنو ما هو انتقل لك الجسس دي ظهرتهم بارح ابدا الجسس دي تراكم بتاع السنتين باعتراف دكاترة الحرية والتغيير باعتراف وزير صحة الحرية والتغيير باعتراف والي ولاية الخرطوم بتاع الحرية والتغيير باعتراف مدير عام شرطة ولاية الخرطوم الحرية والتغيير باعتراف اعلام الحرية والتغيير باعتراف اعلام الحرية والتغيير بتاع لغمان الأب يمسي يصور الحدث لغمان أنا ما دار أوريك إنه الإعلام السوداني بالمناسبة أكتر إعلام مغيط في الكوكب. إنت ما دار تصديك غنى الرقيس آي. فضايح جدا أي حاجة تفضح الأنظمة الحاكمة أي حاجة تفضح الدكتاتورية اللي بتمارز على الشعب السوداني ده ما بتتصور. لغمان ده بتاع مخابرات. إنتوا ليه ما دار تختنعه لغمان بتاع مخابرات يا إخوان حسي القضية بتاع التمييز دي حاجة بتدسوها يا لغمان إعلام في حالة المستشفى بتاع التمييز لأنه فيها ناس مجهولين الهوية بتدعمل بطريقة معينة بتتصور حاجات معينة بتدعرض في التلفزيون. ودي كانت في نشرات بتاع تالأخبار في السودان دي كان بيجيبوها الناس المفقودين الحالم كله بيدعمل بنشرات الزولة المفقود. بنت في التلفزيون حق ما نعنا منه عشان تجيب ليه يا أخي لغامة أردول بتلمعوا في أردول ليه ما عندنا كارثة ميتين نفر ماتوا والميتين نفر اللي حسي انتوا اعترفتوا بهم في مستشفى التمييز في مشرحة التمييز ما هو في كارثة قبالة في مستشفى مدني حسي هم بيسألوكم كيف الحصد طيب يا أخي احنا ما نمشي حقة التمييز عملتوا شنو فيه موضوع مدني عملتوا شنو فيه موضوع مدني ما احنا احنا كل اللي بنتكلم كيزان يا بوشي تمام وكل اللي بنتكلم بنتاجر بالقضية حقة المفقودين انتوا لما بالتاجر ولا كيزان يا أخي حصلت القضية بتاعة مستشفى مشرحة مدني وجينا هنا اطلغنا مبادرة لمشرحة مدني واحنا ما واصلنا فيها قلنا من عائل ليكم يعني انتوا عندكم ضمير طبعا حاضر طيب عملتوا فيها شنو القضية بتاعة مدني لا لا ما القضية دي احنا لا 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 دارنا حسي ما الموضوع حسي النيابة الليلة رمت الموضوع والاشكالية في العدل الطب العدلي وفي ادارة المشارح وقالت احنا من بدرة وصيناهم بواحد اثنين ثلاثة وهم ما نسفزوا حلو يا نيابة اعلى وكي نيابة فيك اعلى اكبر وكي نيابة الراكب في اكبر وكي نيابة الراكبين في الحبرة على الورق كلك كده عملتوا لنا شنو في القضية بتاعة مدني نعم في المشرحة بتاعة مدني في 166 مجهول وطلحتوا انتوا باعلامكم واحترفتوا انه في 166 مجهول في مشرحة مدني الاجراء الغانون اللي تخصوه شنو تفضل نعم قل لك اغالت مدير مشرحة مستشفى مدني واللي غادلة اخدت لها كم يوم وبعتها طيب اقول لك حاجة سيد وكي نيابة اقول لك حاجة الجسة بتاعة محمود محمد طه وينه نعم مش اتي جيتوا قلتوا بابل فترة هس كل اربع خمسة شهور لما انطلحتوا كده لقيتوا كل المدفونين في السودان لقيتوا كل الغايبين والاعزاء حقيننا الجسة بتاعة محمود محمد طه وينه مش طلحتوا قلتوا لقيتوها طيب شهدات 28 رمضان مشيتوا سورتوا المغبر حقتهم سورتوها لا 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 ما في كلام هنا ما ما نقدر مشيتوا سورتوا لينا المغابر حقت شهداء معسكر الـ 1998 حس الكلام ده لو شهور ما تمهاها طلعت مع الشزاتها مشت حفرت لها 1400 غبر الاجراءات الغانونية اللي اتخذتها السيد وكينا النيابة في الموضوع ده شنو ما في وكي النيابة في السلام بيقدر اتخذ غرار يا اخوانا ما في ما فيهم راجل بيقدر اتخذ غرار بيخاف على مكانته على سمعته على انه اول حاجة ترضى عنه الوسيطة وبعدين يرضى عنه وجي ويرضى عنه بعداك حميدتي وحمدوك ما بتقدر تتخذ غرار ما في حاس ما عدالة في السودان ما في عدالة في السودان ما في عدالة في واحد ظالم وواحد مظلوم المظلوم ده يهو لصايم رمضان ويجيك سكران بالنهار ويركب الكروزر ده يطلع لك فوق راس كل ده الظالم المظلوم ده يطلع حيتبكليك حسي كتلوا ولدي سولي ما فيزل حاجة معك ما خلاص احنا اتفرقنا اتفرقنا وسكتنا احنا يعني حسي انت لما انت مور عليك قضايا زي ودي وبتكلم عن النيابة العامة وغيره ودي طلع في الاعلام صح ولا غلط كده انت كزول حزبي بحس انت زول حزبي بحس اتكلم بامانة وزول حرية والتغيير انا ما في هنا اتكلم بامانة وجدي لما انطلع قال يا اخواننا لو لا الدعم السريع هيئة العمليات كانت اتمردت واحتلت البلد مذكرين الكلام ده ولا انا بتبلع على وجدي حلو الكلام ده وجدي قالوا بتين قالوا بعد ساعات من تصريحات السيد حميدتي قائد الدعم السريع من جوبة من المفاوضات شغاله طلع في مؤتمر صحفي مستعجل قال عملية التمرد تمت في الخرطوم بغيادة منه؟ صلاح جوش قال بغيادة صلاح جوش قلنا له احنا راجيناك تجيب لينا بس صلاح جوش بس سابتة قال انا جاي الخرطوم حاجة اطبي غرارات صلاح جوش ده ما حسيبه وهيئة العملية الدحة في ارتقي طواطأت الحرية والتغيير طواطأت النيابة طواطأت الحركات المسلحة طواطأت الدعم السريع طواطأ جهاز الأمن والمخابرات طواطأ صلاح جوش طواطأ همدوك طواطأ الإعلام طواطأ الشعب السوداني على الشعب السوداني قارسة دي دي من رض عليكم جابوا ليهم تمثيلية تلاتة منفار ضربوا رصاص أوكر الروك لبسونا الحيطة وإحنا قاعدين نتفرج إحنا قاعدين نتفرج تمثيلك تمثيلك ما يعني هس الدعم السريع ده معرس أمهاتنا ولا الدعم السريع ده حارس السودان ولا الدعم السريع ده شريك في السلطة مقابل شنو شارك في السلطة ولا الدعم السريع شريك في السورة وانت ما مرد عليك وين النايب العامل دي ما قضية فيها فيها تمرد الناس اللي تمردت فهيها تلعملية محاكم وين البشير غلبكم خلوا صلاح قوش مرد شهر خمسة ويحنا طلعنا يتكلمنا خلوا الشهداء والمفقودين وفضل الاعتصام خلوا هيئة العمليات اللي تمردت ضربة رصاص ونص الحلة التمثيلية اللي عملتوها دي شلتو حق الشعب السودان اديتول الدعم السريع يتواطأ فيها ودي بالدعي البطولة والعرض والشرف والغير والغير القضية بتاعة صلاح قوش اللي تكلم فيها حمايتي وينها وين البلاغات حق صلاح قوش صلاح قوش وتاريخه داك يا حمايتي خلي بس عندك واحدة سابتة قلت بالمعلومات الموسغة اللي عندك يقف صلاح قوش خلف عملية تمرد هيئة العمليات وانا جاي الخرطوم حابل للزول ده وما حسيبه وقام بطوالي بعد تصريحك بيدقايك ودي صالح الملعون نسأل الله في هذا التوقيت في هذه الساعة انه ربنا سبحانه تعالى ما يرضى عنه انه ربنا سبحانه تعالى ولا يقبل له عمل وهو والمعاه والصالق والشلل بتاعة المجرمين دل سأل الله انه سبحانه وتعالى كفي الباب رحمة منهم ويأخذن اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين بس وجدي ده والمؤمن بالبحث ده حزب البحث ده نشوفه بعدين في بحث وبيعملت شون يا رب العالمين فالان احنا بنسألك من قضايا ضرورية واساسية انت بتتكلم عن النيابة العامة النيابة العامة بتتملص من مسئوليتها في حق ناس ميتين ليهم سنتين الجهة اللي انت مفروض تسأل فيها تجيب حقك النيابة العام والنيابة النيابة مشين اليها طلعوا البيانة اللي انت قريته وسمعتوه قبل شوية انه احنا بنفتكر انه مشاكل المشارع في السودان من ناحية الادارة ومن ناحية المشاكل للتسجيلات الغانونية ومن ناحية التصنيفة البتاع البتاعي بيبي انت على جهة قضائية في الدولة واحد انت على جهة ممكن تنصف المظلوم وتجيب الحق من الظالم بعد سنتين جاي تقول لي انا بافتكر انه المشارح ادارته دي حق نغيره بكمبيوترات احنا ممتاز ممتاز النيابة والمحكمة والاعلام والدعم السريع وانتوا يا شعبي سوداني كلكم متواطئين وكلنا نتواطئنا في قتل الشهيد بها الدين بسم الله الرحمن الرحيم بها لقيت وين قالوا في مشرحة ممتاز ممتاز اقف اقف براحة براحة انا مش براحة المشرح مشكلتها شنو قال لك المشرحة والله يا اخي لما التفتيش عن بها اكتشفنا انه فيها خمسمائة جسد دا وين الكلام دا قالوا مشرحة بن رمهين جميل جدا النيابة طلعت غرارات انه تاخد صورة وتاخد البيانات وتدفين الكلام دا برضو بعد بها الدين بها الدين اكتشفوا انه التغرير بتاع شهادة الوفل استلموه اسرته مزور قالوا انه بها ما يتعرض لاي كدمات ولا ضربات ولا اي حاجة في مشكلة في البطن شالوا التغرير قالوا ادفنوا به به اسرة بها الدين والشعب السوداني قالوا والله يا اخي احنا التغرير دا ما معترفين به النيابة تحت الضغط الشعبي ماشوا جابوا مدير المشرحة ماشوا تربسوه اربع شهور فكوحس الاسبوع الفاتح تربسوا له ايه اخوان تربسوا له مدير المشرحة حالا انه زور التغرير موظف بتاع دولة في درجة مدير او الدرجة الاولى مدير مشرحة دا في الدرجة الاولى قام زور في اوراق رسمية والاوراق الرسمية دي طبعا اخواننا هو ما زور شهادة بحس ولا شهادة لا 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 هو زور شهادة بتاعة وفاة اللي هي مش انها شهادة الوفاة بتقول انه شهيد بهدين مات بالليلة وبالنهار لا بتقول انه فلان دا ما كتل بهدين بس دي شهادة الوفاة باختصار كده بتفيك حبل المشنقة من زول هو دا العمل في سوان قال يا اخي بهدين ما مضروب ما فيه كدمات ما عنده ايه اثار تعذيب بهدين مات عنده مشكلة في بطنه براه مات من روحه براه مافزه العزوه قام فك الحبل بتاع المشنقة من المتهمين الواضحين اللي اعترفيهن الدعم السريع واعترفيهن حميتي واعترفيهن النايب العام واربعة وخمسة وسبعة شهور مافزه الجايب حقه فيحنا ليه بنعمل كده اصلا يحنا اللبنى بنجازف وبنقاتل وبنجتهد عشان شنو احنا بنعمل كده يا اخوان بأمانة كده احنا بنعمل كده عشان شنو بنعمل كده عشان شنو انت اللي بتسمع فيني ده بنعمل كده عشان شنو البيطلع ويقول لك يا اخي بتاعين الليفات طيب بتاعين الليفات اللي بتعجرواgressو segments أطلع يتكلم إنت أطلع يتكلم إنت طيب بتاعنا اللايفات البتاجر بادي ما الشهد المفجودين سكتوا أطلع يتكلم إنت ما تجيب حقهم ما لأنه الموضوع حيجور يا أخي أنت الميتين الحسع في مشرحة التمييز ما عارفهم هم ممنوع احتماله كبير جدا يكون عندك أخوك عمك مقترب وإنت قاله قاعد في ليبيا وتلقى قاعد فينا احتمال كبير وطبعا ما حتلقى فيه حاجة هو لأنه اتصف دمه في الشارع النيابة قالت الكهرباء قاضعة زادت المأساة يعني الكهرباء خشت في المشكلة زادت الكهرباء اللي بتقطع بتقطع يعني حسي بيقى الكهرباء قاضعة زايد عليهم الأزمة دي والشراكة بيقى والخلاف بيقى بين النيابة والطب العدل ودرت المشارح وخش معه ودخل معه الناس الكهرباء ودخل معه الناس الكهرباء المشاء المغابر حس يتملت يا أخوان بيقوا يدفن جسمانين جسمانين نصر الله أنه تقبل كل الموت يا رب العالمين ياسر خالد قال لي أحمد الضيفة صرفة جدا في موضوع أحمد الضيفة حياة سريعة كده رأقول لكم موضوع معمر موسى التقالل منه المعتغل معمر موسى منه ما لجنة تزالة التمكين طبعا اللجنة تزالة التمكين الإدارات اللي انتوا شايفينها دي كلها مدورة باتفاقات بين المؤتمر الوطني وجهاز الأمن والمخابرات على المؤتمر الوطني والأحزاب الشكلية اللي انتوا شايفينها قاعدة بره دي دي واحدة المؤتمر الوطني هو سياسته انه ما دار يقاوم الثورة دارين يرقدوا كده في البيوت بالراحة كده يكونوا ساكتين وينحنوا للعاصفة دي الصفة الأول بتاع الكيزان حقينهم يخش الترباس الصفة الثاني المنقب هم ظهروا اللي هم لسي الكيزان الحاتمين البلد دي ما تقول ليش يعبس كاردكوز حمدوكوز وامو كوز زاته شنو حمدوك شنو فيشنو ماهنيس كوز حمدتي كوز برهان كوز فيشنو عروة الشاي المركوب الصادق المهدي والآن بيقى في لجنة زالة التمكين أمس مطلع تصريحي قال أنا لولا انه متشرف بهالخدمة بتاعتي في لجنة زالة التمكين كنت دار سافر تمشي غلي تمجر ايتي بر طلع ماه قايري أصلا فالناس قاموا بيدعفعوا ليه وقالوا يا أخي هي لجنة إزالة التمكين دي تفكفكة التمكين ولا إزالة الشهادات شنو يعني عروة ما قاري لا ماهدي دلالة على إنه مستوى ثورتك وصل وين أنت بس بعد ذاك أقعد أغنع في روحك إنه والله يا أخي قال وما قال أه أنت سامعني يا أعزيزي المستمع هذا المستوى حقك فالكيزان المتفقين مع الكيزان الحاكمين ما دارين مع مرموسة مع مرموسة إسلامي لكن ما موطمر وطني مع مرموسة طلع شقة صف الكيزان لأن الكيزان دارين يخندقوا ما دارين مرقوا يواجهوا جوبانهم أصلا الحركة الإسلامية وانا شرحتها لك 80 سنة عشان تصل الكرسي في مصر 80 سنة 80 سنة ما قادر تصل الكرسي في مصر الليلة دي السيسمان وإبراهيم شوتايم من لايف في الغيادة العامة وصلوا أسي بقوا أول حاجة وصلوا كراسي وإبراهيم شوتايم يعني زول ناضل وجاهد وتعب وفي رمضان ده يا أخي ليه التحية يعني كان بنقل السورة كلها في ديل تنظيم قاعد في دول دول مسلمة ومترابط مع بعض بعلاقات مالية ودعم عسكري ومعسكرات مفتوحة 80 سنة ما قاعد رسل الكرسي بتاع الحكم في مصر 80 سنة يجي في النهاية يقول لك إحنا في حالة ابتلاء وكنا لا إنت ما كنت مفتلاوه لحمد كتزي بيتين ابتلوك بيتين ابتلاك منه بيتين ابتلوك ابتلاك منه تربسك عبد الناصر كتل المفكرين بتاعنا الأخوان المسلمين وخلى لكنا الأمنجية لعشرين نفر عشرين نفر بعد شيء 80 نفر طلعوا أسسوا الحركة الإسلامية في مصر واللي انتقلت بعد ذاك عدوها للسودان والترابط بتاعها تخلى لكنا الأمنجية ما خلى المفكرين بتاعنا الأخوان المسلمين ده عبد الناصر يفكاكونا السادات قاعدين مع حسن مبارك في البرلمان حك حسن مبارك حسينتو لما سقطت البرلمان حك حسن مبارك ده محمد مرسي ما كان رئيس كتلت المعارضة داخل البرلمان المصري أكتب محمد مرسي البرلمان حتسمعوا كان بيأدب الوزر حق مبارك يجي وقل لك إحنا كنا في ابتلاء إنت ما كنت في ابتلاء إنت جاي لحاجة تانية غير إنك تصل السلطة أو تغير مجتمع للأفضل أو تنشر عقيدة أو دين لا إنت جاي لحاجة تانية ثمانين سنة كرسي زي ده غالبك ثمانين سنة ما قادر أستيانة ده اللافظة شايفني لا عارفني صوت ساي أنا ممكن أصلى الكرسي ده حسي كان دار ثمانين سنة غالبكم الحركة الإسلامية تنظيم ماسوني عندها دور ودور الآن ظهر لما نحن نجي نتكلم عن دفاعنا على الإسلام يقول لك إتوا المتأسلمين عندهم مرجعية وسلف طبعا حيجي يقول لك الترابي ما أفتبه كده البشير ما كان بزني في رمضان المؤتمر الوطني ما كان بزرق وحق اليتامة ده الدينة داهرينه لينا ما هو ده السلف الحركة الإسلامية بيقى السلف للشيطان ذاته حسي إحنا نجي نتكلم عن كده ما فزل قادر يدافع حسي عن عقيدة ولا دين لأنه عندك ما هو ده الكيزان عمله صح ولا غلط ثمانين سنة بتشوي فمعمر موسى ده أسمع معمر موسى داري شكصف الكيزان يغوت حراك ويطلع في الشارع الكيزان ما دارين كلام زيدا قالوا لأ لجنة تزالت التمكين امسكوا زل ده تربسوا بس ما يشوف الشمس لأنه هو شقلون صفون هون صفون ما فيزول يقاو ما فيزول يطلع الشارع غيادتكم مع حمدوك ترقدوا صلطة تدعوا إنكم مع البرهان لكن مع حمدوك ده غيادات الكيزان وده التنظيم بتاع الكيزان وتاريخا شفناكم يهو ده إنته في مصر مصر عدد الأخوان المسلمين بعد السور بتاعت حسن بار بتاعت محمد مرسي كم ما أقل من 17 مليون كانوا بيطلعوا كل جمعة بيستشهدموا من الشعب المصري 200 مصري بعد فضل رابعة 200 مصري كل جمعة غالبهم كانوا يشيلوا سلاحة ويغاوموا يقول لك إحنا بسلمياتنا سنسقط وفي نهاية كلها كون حالك تضيقونكم بل بتعمق يا شيخنا قم بفحية كده بلا كده عليك لو ما تقلت جدا سيد معمار موسى خارب للكيزان الرصة قالوا لل اللجنة زالت التمكين شو يلو معمار موسى خطي في الترباز عشان ما يقود لين حراك في الشارع ويطلعوا معاه الناس الصادقين الإسلاميين الصادقين يمشوا يبارلين معمار موسى داي يجوتوا لكم ونتوا الفكرة بتاعتكم تربسوا معمار موسى بدون مقدمة طيب أحمد الضي أحمد الضي طلع بيان في الجرائد قبل شهر وقبل كم يوم ظهر برضو البيان نفسه وقال لك النيابة فرغت تلفون أحمد الضي ممتاز لجيتوا شنو قال لك اتصالات وفيديوهات بين أحمد الضي وصلاح جوش ممتاز والكلام ده معناه شنو قال لك أحمد الضي وخطط مع صلاح جوش ممتاز أول سؤال ده الناس سأل احنا انتم معارفين صلاح جوش وين الحكومة كلها بما فيكم البوشي جمعة الحياة لكنت معارف صلاح جوش وين احنا مش جينا وكتكلمنا من شهر خمسة سنة 2019 لما ايه تابتكلم تقول ص حرف الص في لسانك ما بتقدر تقوله لو كدك لما بنتكلم عن صلاح جوش بنكشف فيه وفي النيابة المشطة تغلوا من البيت والبرهان قام فكاوا ووكلتين النيابة القحاتية طلعت statement لصلاح جوش قالت أنا فاتحة فيه بلاغ بالسراء الحرام ده البلاغ المفتوح في صلاح جوش شهر خمسة 2019 لا قتل لا إبادة لا أي حاجة مفتوح فيه بلاغ قالوا المليار دولار القاعدة في البنك دي جيبتها من وين هو السؤال هنا خليك من صلاح جوش المليار دولار وين الكلام ده أنا ما بتبل فيه اكتبي إنه اعتغال صلاح جوش والتهم موجه له مليار دولار قالت واكيلة النيابة القحاتية قام عمك البرهان قال شنو قال يا خزل ضابط وفي رتبة عظيمة ما في حاجة اسمه تهرسل له وعساكر تسته احنا حنرفع عنه الحصانة وبعدين نمشي نعتغلو بتاعو شنو أكررو بعد شوية قام صلاح جوش اختفى وممتاز انتو مععرفين صلاح جوش وين يعني حسا يا حمد الضي بتواصل مع صلاح جوش انتو مععرفين صلاح جوش وين كده أول حاجة التهمة شنو في إنه أحمد الضي يتواصل مع صلاح جوش دي انتو بتعتبروها خيانة طيب إي رأيك الاعترافة اللي قالوا لنا صلاح منع في العيد مع رشان أشي الحلقة الشغلنا لك قال يا أخي أنا لاقيت صلاح جوش في عدس أبابا ومعاي الرئيس بتاعنا الاسم هو حمدوك ما في داري على أبو ولا حاجة حمدوك قال انتو رأيكم شنو في الموضوع ده وده قبل زاته ما تستبينا السورة رأيك شنو في التصريحات بتاعت رئيس الحزب قال قال إحنا لقينا صلاح جوش في الشق الجد عبد الرحمن الصادق وفي واحدة هنا قالت ليه كالرأي يشغل للفيديو وأنا ما حشغلوا لك بس هخليك كده لقاء صلاح جوش وأحمد هارون وقيادات الحرية والتغيير في شق الجد عبد الرحمن الصادق المهدي يوم عشر أربعة خليك من اللقاء بتاع بالليلة ولا الرجال الأعمال في الخرطوم اثنين وشق الجد عبد الرحمن المهدي بالمناسبة في الخرطوم اثنين والكلام ده قالوه غيادات الحرية والتغيير في لقاء قبل سنة اكتب واحد من غيادات الثورة كويس اعترف انه قابلوا صلاح جوش وحمد حارم في شقد عبد الرحمن الصديق المهدي خش يوتيوب بس اكتب كلامي ده وحجيك الحلقة كم وخمسين دقية اسمعوا كلها حتحتر التعامل مع صلاح جوش ويرقى لمستوى الخيانة العظمة اشرحوا ليه انتوا اللي بتسويوا فودة اشرح ليه انه حميتي اعترف قال يا اخي بلسانه الورق تخطيط وتفجير وتمرد هيئة العمليات صلاح جوش طلعوا لينا التصريحات حقا تحميتي من الورقة شائلة في جوبة يوم تمرد هيئة العمليات ليه ما مش جبت لنا صلاح جوش لحد داسي ليه ليه ما جبتوا لحد الان ليه ما جبتوا صلاح جوش لحد الان ده السؤال هنا ليه ما جبتوا مصر قالت صلاح جوش ما عندنا كلام ده لو سنة وستة شهور تاني صلاح اسمونه البرهان مشى مصر جابينا في جريدتكم انتو السودان الرأي العام كل الجرائد يلتغي البرهان بصلاح جوش الكلام ده لو اربعة خمس وستة شهور الكلام ده قريبا يا اخوان ما تمشوا تسألوا البرهان راجل امهاتكم امشوا قول ليه انت لاجه الصلاح جوش ده ليه ما تمشوا ليه امشوا قعدوا معاه واسألوه وقالوا انت قابلتوا ليه دي احترفت بقى الحكومة المصرية مصر قالت صلاح جوش قاعد عندها بعلم الحكومة السودانية دي دي ما بتقدروا تنكروها ولا تقعدوا تلفوا تدوروا في بداية السنة دي مصر طلع التصريح عن طريق القائم بالاعمال المصري في السودان دي أسي برضو امرقايا للناس اخوانا يعني حسي كده انتو عارفين ص جوش قاعد وين داري انكم تجيبوا لينا البلاغات تحت الانتربول يا من ناعد جيب لينا بلاغ لي صلاح جوش بالانتربول اللي بيرصوم لك صلعتك بس يبغى ده والعلمك الحاجة الغلط دي يخيح سن كان يدق لك وشم بدلا الناس بدقوا شلالي فانت دق صلعتك خلاسه ده وكتسوق الموضوع ده كده عامل لينا الفضائح لا بتراعي لا ولادك لا بناتك لا نسابتك لا نسابتك تبنى ازبك في رويت دق شلو فانت دق صلعتك دي دقها مش بيجيبوا الفحم بدقوا بال هنا دقوا لي صلعت زول ده ها بدل كل يوم عام نصبق زول بيصبق صلعة يا اخوانا لاجاتكم المريض ده ده زول مريض صلاح من ناعد دينا البلاغ بتاع الانتربول حق الصلاح جوش تفضل فضل اه وجدي صالح دينا البلاغ لا 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 ما بقل ما بقل العزارة انت قلت عندك بلاغ مفتوح في صلاح جوش انت زاتك قلت يا اخي هو اللي تسبب في وفاة الشهيد صالح عبدالوهاب وقعدت تبكي في التلفزيون وانا فعتح ببلاغ وانا ما في اما هاتشوها ده من الفين وطلتاشر ما لك ما وريتنا البلاغ بتفتح في صلاح جوش وين احنا احنا بنتحدى في كلين سنتين يا وجدي جيب لينا البلاغ بتاعك الفتح في صلاح جوش وورينا نمشي نفتح في صلاح جوش ده بلاغ وين ويتحديناك انت والقصم قلنا للقصم يا جينا انت دخلت المعتقل ده مباشتا وضعيف ملكت سمين صلاح جوش ده عمل لك شنو جوه امشي تبلع عليه وسائي ان شاء الله تبلع على صلاح جوش ده قول قول كفتك قول عمل لك اي حافل معتغل خلاك تنضي الاتفاقية بتاعت الوسيقى الدستورية الان اللي بتنكروها وبتجروا مينها امشي تبلع فيه افتح فيه بلاغ عشان تفتح الدريب للناس بدلت قعد الجبلين في الرجال في التلفزيون يتبكوا اي حلو يالله يساقونا بيوت الاشباح بيوت الاشباح ده امشي فاتشوها حاسي فيه ولا ماف ما هو ده الكلام اللي بنقوله فيه كل يوم لكن طلع بتاع المخابرات ادت تعليمات لناس سيد بيه ايش طو بتاع بيعيدوا في نفس الحتة دي هاي كيف احنا نضمن المعتغلات ما امشي قوله الكلام ده انت انت وقت بتتفاصح فيه سفر ترباس ما تركب الطيارة ترجع تعال شوف حكومتك اتجيبتها مورد بها الناس وبتدافع عنها دي حاكم البلد دي تعال خلي ناس الطعمية واللجامات اللي بتضربوا في غبيرة ده اركب تعال انت وقت بتتبجح فيه ترباس مسافر اي اذا ترباس انت مالك ومالو اركب تعال انت ده مش حكومتك تعال قعد انت في السوداء عشان تعالف الناس بيطلعوا ليه ما بيطلعوا لانه والله ما لقين اكل وشراب ده القهر والظلمة الحاصل ده حس احنا دارين حقنا والعدالة الواضحة دي ادو الناس حقهم ادو الناس حقهم بلاغات كن وينون البلاغات اللي بتتبجحوا بها سألنا صلاح منع قلنا لو البلاغ بداعك حكيبه وينو ادينا لو صورة من عندك وصورة من النايب العام طلع النايب العام نفق قال اخ الله ما في بلاغ مفتوح يت بتمروا ليه الموضوع ده كيف كمؤتمر سوداني وحزب وامة وحتى الناس القحاتة يت كقحاتة ارفع راسك ده عالي صلاح منع كذب حس اللي اسبوع الفات قال انا فاتح بلاغ في هيبه الزود ده شكله راز هيبه وقطعته معاه رازاه فشنه في الكرياتين كريتينين ده ولا البتاع وكان دار دوك صلعته دار دوك شلوفته وصلعته ابا التوري والكوافير بتمشيه الساعة 12 ونصب الليل لا ما احنا عارفينك يا هيبه قرويشنا بتاعت الدولة دي انت بمبارنك عارفينك فالصناف اتنين ثلاثة فالشغل اللي بيشتغل لك الشغل انا ذاتي اللي بتشتغل لك الشغل لها يدها تتلفى من حرير انت ذول عمري خمس وستين سنة بيطلعك برعم كده وماشاء الله طبعا يدها تتلفى من حرير ولا مش كده لان احنا في الجمال ده بس ما عندنا مشكلة احنا اي مرة بيتعزب روحها وتضرب حقا وكريم وشان تصهر لنا بصهر جميل وانا وبحييها بالمناسبة ونسأل الله انه يهديها لا يعني ما يهديها سريع لانه في ناس زي اللي تفتحت لك علبة بتاعت ماكنتوش يا اخي لما فيوهم طعم مش ريحة بيشوف كده فيها طعم هس انا زي اللي تفكر انو اللي بتعين الحرية للتغيير اه؟ دل فيوهم طعم طعم حلاوة كده فهمتها؟ لكن طبعا من البلع عادي احنا ما دل هو بالساي واحد يفتح الماسينجر زي فتح البيت ماكنتوش تلبا كده سوكة ده ها؟ غزال شارد كده تلبا بس يعني زي فتحت علبة ماكنتوش تدخيل الكده ده الشكل الصلاح منع معه اصلا في الموضوع ده فيشنو بلمهيبة مع صلاح منع فيشنو كده انت اقول لي انا ما بس مسخر انا دارك تقول لي الموضوع البلمهيبة مع صلاح منع شنو كده اقول لي كده اقول لي موضوع بتاع الرجال تفضل اي موضوع ممكن يكونوا الرجال كده قاعدوا البلمهيبة مع صلاح منع شنو البخلي صلاح منع يفتح فيه بلاغ شنو البخلي هيبة تقول انه صلاح انتهازي وانا حفتح عليه بلاغات وحفتح عليه بلاغ رد شرف وقالت الكلام وجابته غنات الجزيرة في صفحتها وغنات العربية والحدث هيبة وين البلاغ بتاعك في صلاح منع ما كلكم اولادكار واحد كلكم اولادكار واحد كلكم ما بتكبروا كلكم عورتكم مكشوفة لزول واحد ما بتكبر يا هيبة ما بتكبر تفتحي بلاغ في صلاح منع واخصم بالله العظيم ما تقدر تفتح ولا هتفتحه وينه بلاغك ماذا لا اتهمك اتهمك قال انت حرامية وانتهازية وعينت الكيزان وانحنا سألنا وقلنا لو هيبا دي بتعرف الكيزان من وين انتوا رشحتوه اللي المرة قاعدة صايع بر العالم 40 سنة ما عارفة ده كوز مما كوز شنوزاته ما عارفة بتفتكروا جنس الكوز ده ما عارفة كوز دي شنوزاته المرة دي انت جايت في اول اسبوع عينت الكيزان ما عينتهم رشحتو الله انت وصلاح منع ما عارفة رشحتو الله انت فاشل وبيقبلوا الله حمدوك العواليق التاني ده البجوه الاردرات ايوه با المناسبة يااخ اسمع 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 احنا 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 ذات منكتر معاكونا العربي ليه كلاب الحرية والتغير تجمع المهنية حمدوك انت مش جبتلينا خواجه بريطاني وحاكم السودان الان بالفصل السادس خلاص احنا بعد احنا نتكلم مع زوالكم بس نعم احنا نتكلم مع الخواجه جيبتليه نتاني اخوانا من هنا الخطابات الرسائل المقالات اللي بتتكتف في الاعلام تتوجه لسانتيوس جونفينتوس مبعوثة لامة المتحدة بالفصل السابع الوصع على السودان والوصع على حكومة حمدوك اول حاجة عمس اتكلمنا انه لجان الحقوق الانسان وين في المشرحة والحصل من الكوارث في المشارح طرعوا الليلة بيبيان قالوا احنا هنحقق في الموضوع طبعا من الاسبوع الفاتمه لكم ما فتحت خشمكم موضوع الانتداد دي له شهر مفتوح اللهم صلو وسلم مباركة سيدنا حمدين والآله وصحب وسلم الناس يشرب موهة سريعة كده موضوع الانتداد دي له شهر مفتوح اسمع 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 احنا تاني الحكومة دي اخواني تنسيتوا انهم مشوا جابوا لهم سيد انتوا ناسين الاعلام ناسي الصحافة ناسية الناشطين ناسين الناس قالين يقول لكم لا قاعد نقوم علي كيفنا تقعد فيين تاني انت يا بابي تقعد وين ها ما فصلتان في البلد دي بقاعد يقوم علي كيفو السودان جابوا للسيد ناس حمدوك احنا تاني بنتكلم مع سيد حمدوك عندنا شكاوي حنوصي له اول حاجة في الاعلام هنمشي نرفع شكوى الناس الاعلام رفعوا شكوى على المضايقات البلاقيها الاعلام الحر في السودان والصحافة ما قادرين تنقولوا انتوا صورة المشرحة وليه تنقول صورة المشرحة لانهم دي المجهولين الهوية محتاجين لنشرع عشان الناس تعرف واحد اثنين انه الناس بتموتوا ودمها بالصفة في الشوارع مشرحة مجدوع الكنتينر بر المستشفى وين منظمات المجتمع الدولي تحقق في القضايا احنا ما نتكلم عن حمدوك بعدين نتكلم عن سيده اذا حمدوك بخط اعتبار للصحة ما كان جاب الودة الصعلوق ده في القسم بتاع المنحات والهبات في وزارة الصحة واول يوم استلم قال لك احنا مشينا مصنع برسودان وحنعمل تلتمية وستين اسطوانة كان المانح جابوا نفسك انت ولا شنو جابوا نفسك يعني انت نفسك مشيت تنفست في اسطوانة كانوا راجينك انت يعني كانوا راجينك تتنفس في المنع اللوكسجين اللي اعمل فاتت وخلاه يجيف عندك شنو مشيت دفعت اقروش من الهبات والمنح الدولية الجاتك في قسمك مشيت وريت وموشك مشيت عملت شنو غلب وزارة الصحة ازمة اللوكسجين المات بسبب الناس انت مشيت عملت شنو والمصنع وافق لك ولا جيتهم داخل بكلاش ولا انت جيتهم قلت لين انا كده وحمادوك والشارع بجيت قلت شنو انت يا امين مكي عملت شنو انت عشان ما تصنع برسودان يوعد انه انت تج تلتمية وستين اسطوانة في اليوم يكفي حوجة الولايات عملت شنو ان دار اعرفك دار اعرف بس انت عملت شنو ان دار اعرف هذا الموضوع ما اقولوش طبعا في حاجة تانية مشيت نفستها يا بيبي ها ودفعتها فتدافعت مشي القطات على الغديري ولثمتها فتنفست كتنفس الظبي الغريري واحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري مشيت نفست لي وان النفس بتاعك دي يا بيبي ها قبيتو للناس اللي اسطوانة ها فش نقول لدوك انت في يوم واحد من استلمت شوف يا عزيز المستمع مهو دي الاستهتار بس صح الاستهتار الاستهتار بس صح جايبين هو تاني ذاك ياو 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 هو حزب اتحادي وحدوي حزب اتحادي الاتحاديين بتعرفهم الخلافات تتزار تصح بين الشيوعين والاتحاديين شوف اي موقع او اي عرقة لتحصل في السودان او كارثة تحصل وراها اتحادي بس باختصار كده حمدوك المونس اسمو حمدوك المونس حمدوك المونس حمدوك المونس عندو سيد القطاعات الف الدولة ترفع شكواها للسيد الجديد وقالوا جابوه ليك وشنو معشان تشكوا له حمدوك حسنا افزل اتكلم معي خلاص نمش نرفع شكوى لنا تتكتب بصور بانجليزي وين المحامين نقول موقف يقول لك لا لا ما عارف خلينا الموقف نقول تسليح يقول لك لا اتو دارت تقربوا البق طيب ياخ دارين محامين يكتبوا لينا الحاجة الحاصلة دي ارفعوا لنا الشكوى للمدير بتاع 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 الهنايدة بتاع الاول المتحدة جابوههم مبعوذ زمهم مراغبة دارين نشوف الانتهاكات الحاصلة دي انتهاكات الدعم السريع انتهاكات حكومة حمدوك انتهاكات حمدوك نفسه حمدوك الان بشوف الناس بتموت ما بيكون لجنة ولا بارية للنهاية بيكون لجنة بس حاجة كده يمشي بها يعني نتاليا يمشي بها بالطروب يمشي بها مون مرته يمشيوك ومباينتو ويمشي بيرقودنو تموت وتحيوه انتهى الموضوع خلاص البلد دي اخوانا بالطريقة دي ما بتنفع اختصار القصة يعني اختصار الموضوع القصة الماشية دي ما بتنفع بعد ده مشينا معاهم لحد دي ما كمل لليهم فهموا الليلة احنا كل النصايح اللي قدمناه للحكومة والناس بيقول لك خيالي وبطلعوا كلاب الحرية التغيير استهتروا فيها حس الليلة الاعلام بتاع المصريين في العربية والجزيرة بتكلم عن انه بنصح الاسيسي وبنصح حكومة حامدوك بسحب التوقيع بتاع اتفاقية المبادئ ما عندك حل غير كده قلنا لكم اسحبوه سنتين اخوان اصحبوا التوقيع ما في حل غير كده ده الوحيدة البديكة وفي مصوغات غانونية انه اسيوبي اخترقت لكن هم مراكبين راسبع السبعين يوم انت ما حتاكل تاني ولا حتشرب يقولك لا اسيوبي اختبلات اختبلات كندي هتوريكم كتاب اختبلات كندي هتوريكم كتاب انا بسألك الحصة بتاعتك اسيوبي هتمل بيها السد حقها انت هتغطيها من وين ما دارت تتكلم الزراعة حقتك هتجف ما دارت تتكلم الموية ما حتلقل تشرب ما دارت تتكلم الكهرباء بتنتج بيكيد فاضل سبعين يوم داخل عليك عروة صيفية وعروة شتوية وداخل عليك الخريف وداخل السدة عشان يفكو الموية حيفكوها بعد شهر تسعة بعد شهر تسعة يافكو لك مليار نص مليار وانت محتاج لتمنتاشر او تزعتاشر مليار انت متخيل بعد ثلاثة شهور ما في موية حيفكوها كلها مليار دارين جاد كلام جاد دي ناس تقعد تحل المشكلة حمدوك قال وضرب الاسيوبي وضرب المصري عشان اعمل قمة انت في زول قاعد يحترمك حمدوك لما خليك غمه وما غمه ايه تداء بامانة كده فيزول قاعد يحترمك فيزول بيسمعك المصري شنوه الاسيوبي الاسيوبي لو اللي حيجماله 15 مليار متر مكعب ثاني ما حيتفاهم معك ثاني ما في تفاوض ولا في حرب لا بتقدر تضرب له السد ولا بتقدر تفاوضه بعد ذا بدفعك وانا قلت لك اسيوبيا ما دار قروش اسيوبيا دار رواطة والفشق اللي انتو بتجعروا فادي حتمجروا بتدوها ليهم وحيقول لك ما دار انها مكفاية حيشولوا حاجات تانية حيشولوا حاجات تانية الوقت داك طبعا السدان حيكون فوضى بل مناسبة المالي التاني بتاع اسيوبيا لازم يجي معه عدم استغرار في اسيوبيا وعدم استغرار في السودان انا ما احقه ادف الصح لك كتير عشان اسيوبيا تملق المالية التانية السودان لازم يكون ما مستغر فانت شوفها بعمل في فوضى منه حسي تكلمنا عن انه يا اخي في اتهامات بتاع وكيل وزارة الطاقة لوزير لوزير المالية اتكلم انه اتهموا باختلاس سبعين مليون وهو اتكلمنا في مخترح اه اهجدوهوا نقول ل Leaf او ا اعملوا ل learn زعزعة داخلية المهم صبقواكم اعملوها بيجايب ما اعرفوا Regionانو المهم شكرا